ريال مدريد سيحطم رقم أغلى لاعب للمرة الخامسة في عهد فلورنتينو باريز هذا ما أعلنته صحيفة إسبانية ذكرت أن النادي الملكي توصل الاتفاق للتعاقد مع النجم الفرنسي الصاعد كيليان بامبي يكسر بمجبه الرقم القياسي لصفقات الانتقال بتاريخ كرة القدم تقرير التالي والتفاصيل أصبح ريال مدريد على بوض خطوة من التعاقد مع نجم موناكو الدولي الفرنسي كيليان بامبي خلال المركات الصيفي الجاري في صفقة ضخمة ستكون الأغلى في التاريخ وفق صحفة ماركا بمائة وثمانين مليون يورو وقبل مبابي حطم الملكي رقم أغلى صفقة في التاريخ في أربع مناسبات خلال فترتين رئاسة فلورنتينو باريز للنادي الصفقة الأكثر جدلا عبر تاريخ الكرة الإسبانية كانت من أوائل تدعمات فلورنتينو باريز لريال مدريد في صيف 2000 بعد انتخابه رئيسا للنادي إذ قام النادي العاصمة بتفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي البرتغالي ليوسفيغو مع برشلونة بدفع 60 مليون يورو لتصبح أغلى صفقة في التاريخ وبعد سنة واحدة فقط من انتداب ليوسفيغو من برشلونة قام فلورنتينو باريز بتدعم الفريق بصفقة ضخمة أخرى بالتوقيع مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان هاتيا من يوفينتوس مقابل 73 مليون يورو ليتم تحطيم رقم ليوسفيغو السريعا كأغلى صفقة في التاريخ وبعد إعادة انتخابه رئيسا لريال عام 2009 عاد بريث بفلسفة استقطاب النجوم نفسها إذ قام للمرة الثالثة في ظرف 90 سنوات بتحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في التاريخ بتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانا رونالدو آتيا من ماتشستر يونيتد مقابل 94 مليون يورو ريال مدريد سار على النهج نفسه تحت قيادة بريث إذ عاد بطل أوروبا لتحطيم رقم أغلى لعب في التاريخ مجددا في صيف 2013 بعد انتداب الدولي الولزي جاريث بيل من توتنم مقابل 100 مليون يورو ومليون كأول صفقة في تاريخ كرة القدم تتجاوز حاجز المائة مليون